حيث قال هنا ما أمر بالسجود لسيدنا عادم عليه السلام قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين أيها المسلمون إن الإسلام جاء ليقدي على كل هذه الفوارق والتبقات وجعل الناس كلهم سواسية لذلك يقول المولى جل شعنه وتعالى سلدانه يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْسَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْكَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ وقال تبارك وتعالى جل من قائل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِسَاءٍ أَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ لِسِمِ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانُ وَمَنْ لَمْ يَتُفَّ أُولَيكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وقال تبارك وتعالى جل من قائل وَاَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَازْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعَدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَسْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانَا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَى هُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَزَكُمْ مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ شَدَّدَ الْإِسْلَامُ أَلَى نَهَي الْعَصَبِيَّةِ الْقَبَلِيَّةِ وَعَنَّ الْجَنَّةَ لَا تُدْخَلُهَا بِالْأَنْسَابِ فمثلاً كان عبو جال من أشراف قبيلة قريش وكان سيداً من سادات قريش لكنه دخل النار وبلال بن رباح أبد حبشي أسود سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم خشخشة عليه في الجنة وهذا صحيب بن الرومي الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحب صحيباً حب الوالدة لولدها والذي نزل فيه قوله تعالى وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ افْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَعُوفٌ بِالْإِبَادِ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا أَبْصَرَ سَيِّدَنَا سُحَيْبًا الْرُومِ رَضِيَ اللَّهُ وَعَنُهُ مِنْ بَعِيدٍ وَقَدْ قَدِمَ مِنْ مَكَّةَ هَاجِرًا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيَجْتَمِعْ مَا رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَارِكَ جَمِئًا أَمْوَالِهِ لِمُشْرِكِ قُرَيْشٍّ لِمُشْرِكِ مَكَّةِ فَلَمَّا أَبْصَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بُعُدٍ تَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ لَهُ مُسْتَبْشِرًا وَدَاهِكًا لِيُدْخِلَ الْفَرْحَ فِي قَلْبِهِ صَحَيْبٍ الرُّومِ يقول يَا أَبَا يَحْيَا رَبِحَ الْبَيْءِ رَبِحَ الْبَيْءِ رَبِحَ الْبَيْءِ وَهَذَا سَلْمَانُ لِلْفَارِسِي الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَلْمَانُ مِنَّا أَحْلَ الْبَيْتِ هَكَذَا شَنَّ الْإِسْلَامُ غَارَةً شَعْوَاءَ الْأُنْسُرِيَّ الْقَبَلِيَّ وَالطَّائِفِيَّ يَقُولُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَىٰ أَصَبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَىٰ أَصَبِيَّ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَىٰ أَصَبِيَّ صلى الله عليه وسلم أخرجه أبو داود وقال صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ أَوْهَا إِلَيَّ أنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحْدٌ أَلَىٰ أَحْدٍ وَلَا يَبْغِي أَحْدٌ عَلَىٰ أَحْدٍ وقال صلى الله عليه وسلم عَيْدًا لَا فَرْقَ بَيْنَ عَرَبِيٍ وَعَاجَمِينَ إِلَّا بِتَقْوَى أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَلِيَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ إِنَّهُ وَلِيُّ ذَلِكَ وَالْقَادِرُ عَلَيْهِ فَاسْتَغْفِرُوهُ فَيَا فَوْزَ الْمُسْتَغْفِرِينَ اللَّهُ سَعْتَغْفِرِينَ اللَّهُ سَعْتَغْفِرُّ اللَّهُ سَعْتَغْفِرُونَ اللَّهُ سَعْتَغْفِرُونَ الحمد لله الذين يقبلوا التوبة عن إباده وَيَأْفُؤْنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْأَلُونَ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَاَعْمِلُوا الصَّالِهَةِ وَيزِيدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبد الله ورسوله حقا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أيها الأحباب يقول حبيبكم وحبيب رب العالمين مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أزوجل أزحب أنكم عمية الجاهلية وفقرها بالآباء الناس بنو آدم وآدم من تراب مؤمن تقي وفاجر شقي لينتهي أن أقوام يفتخرون برجال إنما هم فهم جهنم أو ليكونن أحوان على الله من الجعلان التي تدفع نتن بأنبها رواه الترمزي ورواء الإمام مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من عمر الجاهلية لا يتركوهن الفقر في الأحساب والنان في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياها يقول ربنا جل وعلا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوة في الأرض ولا فسادة ولا آقبة للمتقين وقد اشتهر عن الإمام علي واجهه وعليه السلام وردي أنه أرضاه قال الناس من جهة التمسيلي أكفاء أبوهم آدم والأم وحواء نفس كنفس وعرواهم مشاكلة وعظم خلقت فيهم وعضاء فإن يكون لهم من أسلهم نصب يفاقرون به فطين والماء حكذا يقول سيدنا علي عليه السلام وردي الله تبارك وتعالى أنه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبركة مدوان الرانات جمعة رانا من فلالامي البركة واندأيكي قد يتدم من إيس يويتسالاتي أتكي موان الرانا منظر الله صلى الله عليه وسلم يأتي أضربكم مني مجلسا واتو يوم القيامة أكثركم علييا سلاتا واندأي في كسادة نيراني يامان جسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واندأي سميشو كسادة النبي منظر الله صلى الله عليه وسلم واندأي في يوم من سلاتي يا صلى الله عليه الصلاة المترجم للقناة 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة